نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من النباء بشأن صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة وأكد المركز الإعلامي أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددا على استمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين سواء خرجي الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجب وطني ذلك وفقا للقانون حيث يعد تحديد الموقف من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الإعفاء من مسوغات تعيين الخرجين بستناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة